الدرس السابع عشر القطع النقدية أستكشف لدي قطعتان نقديتان أنا أملك أربعة مليم هل توافق أنيسة؟ أكتب نعم أو لا نعم لدي قطعتان نقديتان إذن أنا أيضا أملك أربعة مليم هل توافق أنيسة؟ أكتب نعم أو لا لا أتدرب واحد أحيط القطع النقدية للحصول على المبلغ المكتوب داخل اللافتة المبلغ الأول خمسة مليمات إذن نصل خمسة قطع نقدية من فئة واحد مليم بخط مغلق لتأمين المبلغ المطلوب المبلغ الثاني خمسة مليمات نقوم بإحاطة ثلاثة قطع اثنان من فئة اثنين مليم وقطعة ذات مليم واحد المبلغ الثالث خمسة مليمات نقوم بوصل ثلاثة قطع من فئة واحد مليم وقطعة من فئة اثنين مليم اثنان أمثل كل مبلغ مالي بأقل عدد ممكن من القطع النقدية مجموع القطع النقدية في المقترح الأول يساوي خمسة مليمات نقوم بتمثيلهم بقطعة نقدية من فئة خمسة مليم مجموع القطع النقدية في المقترح الثاني أربع مليمات يمكن تعويضها بقطعتين نقديتين من فئة اثنين مليم مجموع القطع النقدية في المقترح الثالث تساوي ثلاثة مليمات نستبدلها بقطعتين نقديتين إحداها من فئة اثنين مليم والأخرى واحد مليم أوظف يحتفظ فراس بقطعة بادلها مع أخيه فأعطاه أخوه القطعة التي كان فراس يحتفظ بها هي من فئة خمسة مليمات أبدلها بخمس قطع نقدية يمكن استبدالها بخمس قطع فئة الواحد منها مليم واحد أقيم أمثل المبلغ أربعة مليمات بقطع نقدية من فئتين أي أننا نقوم باستبداله بثلاث قطع من فئة اثنين مليم قطعة نقدية واحدة ومن فئة واحد مليم قطعتين بقطع نقدية من فئة واحدة أي أننا نقوم إما بتعويضها بأربع قطع من فئة واحد مليم أو بقطعتين من فئة اثنين مليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر